كانت السلطانة خديجة شقيقة السلطان سليمان القانوني تعيش حياة مليئة بالتحديات والمآسي تزوجت أولا من ثري عثماني لكنه كان عقيما ومريضا وفشل الأطباء في علاجه مما أدى إلى وفاته بعد سنتين من زواجهما بعد ذلك تقدم إبراهيم باشا صديق السلطان سليمان منذ الطفولة والذي كان الصدر الأعظم للدولة العثمانية لخطبة السلطانة خديجة وافق السلطان وأقيم حفل زفاف أسطوري استمر لمدة أسبوعين أنجبت السلطانة خديجة من إبراهيم ثلاثة أطفال وعاش الزوجان حياة سعيدة لم يعكر صفوها سوى السلطانة هوريم زوجة السلطان سليمان كانت هوريم تسعى لتولي أحد أبنائها الحكم بعد سليمان بدلا من مصطفى الإبن الأكبر للسلطان من زوجته ماهيد فران بدعم مطلق من إبراهيم لمصطفى أصبح في موقع المنافس في هوريم بدأت هوريم في حياكة المؤامرات للتخلص من إبراهيم واستغلت خطأه أثناء إحدى الحروب عندما وقع بعض القرارات باسم السلطان مما أوحى للسلطان بأن إبراهيم يسعى للاستيلاء على الملك استمرت هوريم في إغضاب السلطان على إبراهيم باستخدام رجالها في ديوان الوزراء لنقل معلومات خاطئة عن إبراهيم نتيجة لذلك انتهى الأمر بإعدام إبراهيم في غرفة نومه بعد إعدام زوجها غرقت السلطانة خديجة في حزن عميق أدى إلى حدوث جفاء بينها وبين شقيقها السلطان وتوفيت بعد عامين عن عمر 42 عاماً تعظم نفوذ السلطان هوريم بشكل كبير وضعف مركز الأمير مصطفى الذي أعدم بناء على مؤامراتها مما فتح الباب أمام أخيه سليم الثاني لتولي الخلافة